ولأن أساس المشاكل يتمحور في الجانب الاقتصادي ففي ملف حيوي آخر وصلت وزارة الكهرباء إلى نتاج خطاتها المرسومة لما يستوعب ذروة أحمال موسم الصيفة وقد أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى أن الوزارة وصلت إلى ما يقارب من 24600 ميجاوات كنسبة تعد أعلى من المتوقع وبين أن هناك 4000 ميجاوات زيادة في التجهيز مقارنة بالعام الماضي مع ملحظة استقرار في زعات تجهيز الكهرباء وأشار إلى أن السبب الرئيسي في الربط الكهربائي بين هيئة الربط الخليجي والوزارة هو تنويع مصادر الطاقة بالإضافة إلى عدم فروع أخرى تشمل الربط مع تركيا للمحافظات الشمالية والمملكة الأردنية لإنعاش المناطق الغربية بداية سرنا بخطة سريعة وآنية وكانت تستهدف ذروة أحمال الصيف وكانت عبارة عن إكمال جاهزية قطع النقل بمحطات ووحدات توليدية معالجة اختناقات خطوط النقل تأهيل تدعيم قطع التوزيع ولله الحمد اليوم خطتنا أصبحت جاهزة اليوم أمس بالتحديد وصلنا إلى حمل منظومة 24 ألف ميجاوات وستمائة وهو أعلى مما كنا نتوقع مع لحاظة أن هناك انحسار لأطلاقات الغاز المورد لصالح المحطات هناك لدينا اليوم محدات توليدية نوعا ما متوقفة بسبب شوح الغاز نعلم جيدا أن مع دخول ذروة الأحمال الصيفية ستزداد الحاجة إلى التيار الكهربائي والطاقة وبالتالي عملنا بوفق ما هو متاح من وقت وبخطة سريعة واستلزمت أن نحقق استقرار نوعا ما بساعات تجهيز الكهرباء وماضين بزيادته إن شاء الله تنويع مصادر الطاقة واحدة من الاتجاهات التي دابت عليه الوزارة وذهبت بربط كهربائي بعدة اتجاهات ربط مع تركيا لصالح المحافظات الشمالية واستكمل بالكامل قدر تعلق الأمر بالعراق ربط مع المملكة الأردنية لإنعاش مناطق الرطبة وهي توعانة في غرب العراق وأيضا ربط لدينا مع السعودية تبلورة الأفكار ووقعنا العقد الاستشاري سيصار إلى الشروع بتنفيذ هذا الخط من خلال محطة عرعر ربط محطة عرعر بمحطة اليوسفية وبالنسبة إلى الربط الخليجي أنجزنا 85% تجاه التزامات نتجاه هذا الربط قبل أسبوع حظر السيد وزير الكارباب مناقشات مستفيدة مع هيئة الربط الخليجي لإكمال إنشاء خط يربط محطة الوفراء داخل الكويت بمحطة الفاو داخل العراق لتصبح المرحلة الأولى بواقع 500 ميجاوات واصلة وجاهزة لمحافظة البصرة الآن يجري العمل على إكمال ما عليهم من الالتزامات يصبح الربط جاهز الربط الكاربابي سيحقق وثوقية استقرارية للشبك الكاربابية سيحقق تبادل منفعة الطاقة سيؤسس لدخول العراق عظوى المهمة بسوق الطاقة سيحقق تبادل منفعة الطاقة